تقول اللي يقدروا علي حتى راحوا باسوا خناتر اليرانيين ما آعدوا ياخخي وراحوا راحوا باسوا أحذوا واحدية اليرانيين شو بدك أكثر من هذا؟ ياخي أنت حيرتنا يوم المسلمين كانوا أقوياء ورحوا غزوا العالم زعل imagen لا لا ولا غزوا العالم ولا شيء المسلمين ما كانوا أقوياء كانوا أقوياء وغزوا العالم تغ pantم حياتهم ما كانوا أقوياء راحوا غربوا ناسنا ساكين في بيوتهم حيرتنا ياخي لما راحوا للأمازيغ للأمازيغ نات جالسة في خيامها وفي بيوتها من الطين راحوا اختصبوا نسوانهم لما راحوا سبوا الأكراد نفس الكلام مين الأخوياء اللي قاتلوهم مين الأخوياء ما هو الأخوياء ولا حاجة المسلمين من يوم يومهم هم ما بيتعدوا على الناس الضعفاء يا أخي أسقطوا الإمبراطورية الفارسية وأسقطوا الإمبراطورية الرومانية كانت متأكلة الإمبراطورية الفارسية كانت عندها مشاكل داخلية طب ليش ما استطاعوا يسقطوا الامبراطورية البيزنطية لا ما اسقطوها ما اسقطوها لو اسقطوها ما كنا نرى اوروبا اليوم يعني بهذه الطريقة كان الان في اوروبا كل الواحد ما كان عندنا لا اندش ولا يوانو ولا جيمي ولا اي حاجة كان كله عبد الفتاح وعبد الزارة سبحان الله يعني انت مش فاهمين عليك يعني اذا احنا كنا لا قد يساهم عليها لانو انا بتكلم بعلم وانت تتكلم من الحكايات جديدة لا هذا مش علم لا هو علم لا هو علم مو بكيفك الان انت مثلا لو تقرأ في تاريخ ابن كثير او تقرأ للطبري او تقرأ لابن خلدون او تقرأ للذهبي او تقرأ لابن عماد او تقرأ لابن اثير او تقرأ لابن الجوزي في المنتظم عرفت كيف راح تعرف ببساطة شديدة انو فارس كانت ايلة الى السقوط لا محالة بدون ما سواء مسلمين اجوا او ما اجوا ليش لانو كان فيه صراع داخلي على السلطة بينما في روما في الدول الاوروبية في الامراطورية البيزنطية ما كانت ايلة الى السقوط لذلك المسلمين لم يستطيعوا ان يدخلوا روما ويحرروا اهلها مثل ما بيدعوا ويفتحوا هذه البلدان ما استطاعوا ان يفعلوا هذا الشيء لماذا؟ لان المسلمين يعني مع الاسف الشديد كانوا يتقون على الناس الضعفاء في هذه الدول كانوا يتقون على الشعوب البسيطة الشعوب اللي ما عندها قوة الشعوب اللي ما عندها جيش اللي ما عندها يعني إمكانيات عظيمة ولذلك كانوا يتقون عليهم مثل ما فعلوا مع الأمازيق ومع الشعوب الأفريقية تعرفين الآن الشعوب الأفريقية لما كانوا يروحوا يغزوهم ويجيبون نسوانهم ويجيبون أطفالهم أنت تعرف أن الآن مثلا أعطيك مثال يعني شو كانوا بيعمل المسلمين يرسلون جيش هكذا يضربون أطراف هذه الدول القوية ويأخذون نسوانهم وأطفالهم ويقتلون رجالهم هذا ناس مساكين عايشين في قراءهم هذا اللي كنا بنفعله قبل فأنت على أي أساس أنت فخور جدا بهذا التاريخ اسمح لي أنت مشايف على أن الغرب عم يسرق بلادنا ومشردنا هذا خلال من الغرب الآن أنا في العراق اللي بيسرقني هم الإيرانيين الجمهورية الإسلامية وفي اليمن اللي بيسرقه يا السعودية والإمارات واللي بيسرق في مصر هو عبد الفتاح السيسي رضي الله عنه وأرضاه مين كل الحكام العرب كلهم مسلمين مين اللي بيسرق الغرب ولا المسلمين اللي بيسرقوا شعوبهم والله المسلمين اللي بيسرقوا شعوبهم دخل الغرب في هذا بالعكس الغرب 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 لما أنت بتروح بتقتل حالك ما بتلاقي لك مكان على وجه الأرض يلمك ويعطيك الدواء ويعطيك حياة ويعطني بأهلك وباطفالك وبنسائك وبصحتك وبكل هذا الكلام ببساطة شديدة أنت بتروح تفر إلى الغرب لأنك تعرف أنه هذول الغرب أحان عليك من أمك وأبوك لذلك أنت بتروح لعند الغربيين ويعايش بيناتهم وبيعطوك الإقامة وبيعطوك الصحة والرعاية الصحية المجانية ويعلموك اللغة ويعملوا منك بني آدم ويعملوا منك إنسان وتتعلم الحياة وتتعلم يعطون مدرسة مجانية لأطفالك وبعدين أطفالك في المدارس الأوروبية يتحولوا إلى أطباء وإلى كذا والله يا أخي إحنا المسلمين إحنا فتحنا العالم بالعلم والله يا أخي ولا فتحة عالم ولا أي حاجة هذه دولك العربية كلها دول متخلفة كلها دول حرامية كلها دول سارقة كلها دول قمعية كلها دول ما تستطيع ترفع رأسك فيها وتقول أنا أنا إنسان حر ولا يدعس على رأسك أو أصغر شرطي في هذه الدول يدعس على رأسك أنت مات مش أنت طبعا ما تقدر تعمل أي حاجة لأنها الدول مش محترمة فلا تجي تقول لي والله إحنا الغرب يسرق بلدانة من اللي بيسرق بلدانك حكامك اللي بيسرق بلدانك حكامك اللي طرعوا من المساجد جمال عبد الناصر كان عضو في جماعة إخوان المسلمين عبد العشو اسمه شيخ الأزر كان عضو في الحزب الحاكم عبد الفتاح السيسي اليالنهار بيتكلم بقال الله وقال الرسول هذه برامج الرسمية كلها آيات وأحاديث ومشايخ العلماء عرفت كيف هذه السعودية هذه الكويت قطر الآن قطر الآن اللي عامل في نصف الكرة الأرضية عرف كيف واللي مستقبل جماعات الإخوان المسلمين عرفت كيف الإمارات نفس الشيء الإمارات كلها محمد بن زايد والدهيان والبطيخ ومش عارف إليه مين اللي جاي عندك مين اللي جاي عندك هل الغرب هل تعتقد أنهم بحاجة إليك الغرب ولا فارق معاه أنت شو بتعمل أنت فقط تذكر الغرب لما تتوجع لما ما يكون عندك يعني حاجة تفتخر فيها تقول إيه نعم هذه الدول الغربية إحنا غزيناهم قبل خمسمائة سنة بينما لما تجي لما تجي المصائف في دولتك أول مكان تهرب إليها لهذه الدول الكافرة اللي اسمها الدول الغربية والدول الأوروبية ليش إحنا نضحك على أنفسنا وليش نكذب على أنفسنا يا أخي ليش ليش ننافق أنفسنا هذه الدول الغربية هذه الدول اللي آوتك هذه الدول اللي أعطتك حياة الشعب السوري لما هرب من سوريا رح لأوروبا أو لأمريكا ولكندا الشعب العراقي نفسي شيء الشعب الليبي نفسي شيء الشعب اليمني نفسي شيء الشعب الفلسطيني الذي الله ما نصره رح لأوروبا عشان يلقى إقامة ويلقى مكان يعيش فيه محترم ليش؟ لأنه ببساطة شديدة هذه السردية الدينية السردية كاذبة السردية ما ليش علاقة لا بالأخلاق ولا بالدين ولا بالحقيقة ولا بالعلم ولا بالمنطق ولا بالإنسانية ولا بأي مكان والدليل أنه خمسة وعشرين خمسة وسبعين سنة من احتلاله ذله مصائب على يد الدولة الإسرائيلية وما حدا بده يعني ما رب ربنا نصر الأفغان ربنا نصر الشيشان ربنا نصر البوسنا والهرسك ربنا نصر الفلبين ربنا دخل الإسلام إلى عمق أندونيسيا أدخل الإسلام إلى ما أدري وين ولكن لما يجل يجل عند الشعب الفلسطيني ما تدري لعل الله نساهم أو ما تدري لعلهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ما تدري ما تدري جاوبني ليش الله ما بينصر أذول الناس تقول لي هعدوا لهم ما استطعتم من قوة يا أخي هعدوا لهم ما استطاعوا من قوة حتى أنهم راحوا قبلوا أحذية الإيرانيين شي يعملوا لك أكثر من هذا الآن أنت شوف الصواريخ الجهاد الإسلامي ثمانية خمسة وثمانين كيلومتر خمسة وثمانين كيلومتر هذا الصاروخ يطير في الهواء المفروض أنك أنت تدق بها إسرائيل وتلعن أبو سرسفينة ليش ما تقدر تعمل هذا الشيء لأن الله ما نصرك ببساطة شديدة لا الآن عملوا هدنة عملوا وقف اطلاق النار ليش عملوا وقف اطلاق النار لأنه ببساطة شديدة أنه عارفين صواريخهم ستنفذ وملائكة اليهود الذين يقاتلون معهم لا تنفذ هذه الحقيقة لأن الملائكة ليس ملائكة حقيقين الملائكة هو ما تصنعه في مصانعك من طائرات ومن صواريخ ومن سلاح ومن مخابرات ومن قوة اقتصادية لا يوجد حاجة ملائكة تنزل معك تقاتل معك هذه الكذبة الذي خدعوا بها المسلمين هو الذي أوصلهم إلى هذه الدرجة من التخلف لأنك يا أخي محمد لأنه أنت عم تنظر إلى فترة بسيطة الامبراطوريات قعدت 75 سنة مفترة بسيطة دعوني أحكي الامبراطوريات قعدت مئات من السنين ثم نهارك يعني أنت 75 سنة في نظرك هذا هو نهاية الظهر لا هذا صراع طويل تلك الأيام تلك الأيام ونداولوها بين الناس يعني حضرتك منستعجل أنه 75 سنة ليش ما نصركم والله ما وصلنا إلى نهاية التاريخ لما تحسبني تقول لي متى رح توصل نعم متى رح توصل بعد 500 سنة مثل عملية أنا رح أشوفك يوم القيامة مثل هذه لك 75 سنة بتكذبوا علينا 75 سنة يقول والله إن النصر أراه الآن الآن ولعل الله لا يرهي هذا العالم حتى نصلي في بيت المقدس وكل كذب كل سنة نفس الكذب كل سنة نفس الكذب يكفي يكفي يكذب على الناس يكفي تسويف يكفي خداع الناس هذا كذب 75 سنة من خطب الجمعة كلها كذب ولا خطبة وحدة ربنا استجاب لكم أنتم ببساطة شديدة تكذبون على الناس بسم الله الله لا نصركم استعترفوا بهذا الكلام الله أعز اليهود عليكم يلا ارضوا بواقعكم فلا تجي تقول لي ألا مش نهاية التاريخ لا نهاية التاريخ 75 سنة السنة الأولى كان ينهز من السنة البعدها كان ينتقم أنتوا ليش مش قادر تعمل عشر سنين خاشر سنين الرسول صلى الله عليه وسلم طلع من مكة وهو شريد وهو طريد وهو مهجر مثل يعني الناس في 48 المرحلين والمشردين وبعد عشر سنين بعد ثمان سنين حتى مش عشر دخل مكة دخل مكة فاتحا ليش انتم بش قادرين تدخلون القدس فاتحين لأنه ببساطة شديدة كاذب هذا الكلام أنا حدطك أنت جبت مثل حلو الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في مكة مش مثل مش مثل لو سمحت لو سمحت قعد في مكة عشر سنوات وهو يقول لهم خلوا بيني وبين الناس خليني أتكلم معهم خلي هذول الحزاجي اللي بيجوا أطرحهم فكري ما خلوه لما خلوه لما اجاهم بعشر ألاف سيف ما اجاهم ذليل أنت بدك إينا أن يطلع وين عشر ألاف تبعك ليش أنت من مليار وسبعمائة مليون مسلم مش قادر تجمع لك عشر ألاف مسلم ألم يقول الرسول لا يغلب جيش جيش من لا يغلب اثنى عشر ألف من قلة ألم يقول ذلك نعم الآن حماس لوحدها حماس لوحدها عندها فوق ثلاثين ألف مقاتل ليش مش قادرة تحرر القدس إذا كانت الأحاديث صحيحة وقرانك صحيح يعني أنت يا أخ محمد يعني حيرتنا أنت تدعى تدعو ساعة للإنسانية أنا ليش أحيركم أنا أعطيكم وقائع ليش مقافلين رؤوسكم ليش أنت تجي ليش ليش تقول لي أنت حيرتنا أنا كلامي واضح يا عمي يا حبيب قلبي أنا كلامي والله العظيم مثل البرتقال المقشرة بأعطيك يا بيدك يعني كل واحد عنده شوية عقل بيفهم هذا الكلام أنا أقول لكم القرآن قال لكم إن تنصروا الله ينصركم ولكن أنت حاولتم تنصروا الله ما نصركم إذن الخلل وين الخلل ببساطة شديدة من القرآن القرآن هذا الكلام ليش صحيح فيه لا الخلل فيه فكرك أنت لأنه أنت بدك نهاية التاريخ أنت حسبني لما نصل إلى نهاية التاريخ وما ينصرني ربي أيوة متى متى هو هذا الكلام أعطيني الوقت عشان أمسك الساعة لحظة يالله الآن رح أعمل توقيت للساعة أعطيني متى نهاية التاريخ هذا أنا أنا بعطيك مثل بالإمبراطوريات اللي أعدت مئات السليس هما نهارت لو كنت أنت عايش في هذا الوقت كنت كيف حتنهار هذه الإمبراطورية بالأمس الإمبراطورية السوبيتية نهارت يا عخي محمد هل كنت أنت تعرف أنه حتنهار يعني جاوبني جاوبني رائع جدا رائع جدا الإمبراطورية الروسية انهارت لأن المسلمين أنهوها ولأن الأمريكان أنهوها لا لأنه في ربك سبحانه وتعالى جاوبني الله أنهى الإمبراطورية الروسية والسوفيتية ولا الأمريكان أنهوها يا أخي في سنة الله المجاهدين الأفغاد نصرهم الله على السوفيت ولا الأمريكان نصرهم على السوفيت في سنة الله الذي حطها في القلب ما يوجد سنة الله سنة الله فقط في قلوب الله طبعا في سنة الله أنتم ما بدكم تفتحون عيونكم تشوفون الحقيقة عايشين فيها لاوس واحد عمل لكم تنوين مغناطيسي لساتكم انتوا عايشين في الماضي قبل ألف سنة وقبل ألف وخمسمائة سنة انتوا لما تجون لواقعكم تصطبون الصدمة العظيمة يا حبيبي يا ميسرة ان القرآن اعطاكم وعد وما تحقق مع الاسف الشديد لا انت بقول لك انت اذا احنا انتصرنا مشكلة واذا كنا ضعاف مشكلة واقف المسؤول انه بغض النظر بس مش منتصرين انتوا الان مش منتصرين تعرف ليش لانه المعايير اتغيرت فما عادت هناك قيمة لهذه الآيات بس تتغير كمان كلها تحولت الى اكسباير كلها تجي تقراها ما يصير فيها شيء ما بتتحقق هذه الآيات يعني انت لانه بدكي دنيا ملائكة ودنيا سلام وهذا كمان ما بتحقق دنيا صراعي يا اخ محمد والصراع مش سنة و سنتين طول العمر صراع ما حينتع طول العمر يعني انا لازم اموت حتى اشوف نصر الله لا ما بدي اموت انا عندي ارض في فلسطين اتفضل رجعني الى بلدي اتفضل انت بكلامك تروح ارجع لبلدك يا الله عدل الله هني رجعك لبلدك رجعني الى بلدي انا الان انا اوعدك اوعدك خلي الله يعطيني ربع امكانيات وانا من من عجر ثواني من الان ارجعك لبلدك لا انا بدي اش عمليا ارجوك رجعني الى بلدي الآن أعطيني إمكانيات الله وأرجعك لبلدك المشكلة المشكلة مو عندي الله لاي أبعد يرجعك أناamarون قبلني هل أنا اللي أخرجتك من بلدك أنت عجيب يا بو عم أنت الآن من اللي شردك من بلدك الله خليه هو يرجعك لبلدك لا الله ما شردني بل هو شردك لا ما شردني الله هو شردك كل حاجة حتى ما أدري شن ورقة تسقط من الشجرة تدقل في بطن الوادي كله بأمر الله هذا اللي أنت فيه كله بأمر الله قل لي الله يرجعك لبلدي شو ي возможно يرجعك ولا لا الله أقول لك اتبع خطوات إذا اتبعتها أنصرك إذا ما اتبعتها ما بنصرك أيوة قل لي شو هي هذه الخطوات أنت واتبعت الخطوات بأنصرك حتى لو كنت كافر أيوة شو هي هذه الخطوات سنة الله يا حبيبي في الأرض قل لي شو هي الخطوات انت تعب نفسك وتكون قوي من القرآن من القرآن من القرآن ايه هذا القرآن يا أخي وعدوا لهم ما استطاعتهم يعني انت ترى انت ترى وينك ما يسار انت ترى ان الشعب الفلسطيني لم يعد ما استطاع من قوة لسه صح نعم لعني لسهاته هو في مرحلة انه ما نفذ امر الله كله عاصي صحيح يا خلص اذا الخلل في الفلسطينيين طبعا والشعب اليهودي هو الذي نفذ امر الله لا طبعا مية بالمية هم اللي مشيوا على سنة انا هذا اللي بقول انا بقول الان المرآة كأنه نزل على اليهوديين هم اللي بيطبقوا والدليل صديقنا افخاي ادرعي رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثوانا ومثوا ها فقال لك يعني وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى كأن الله مع اليهود الان مع اسرائيل انا بقول نفس الكلام اللي انت بتقول ايجد ايجز علان مني وانا بعيدك ما بزعل انا بقول لك اذا هما طبقوا سنة الله هما بانتصروا اذا احنا بنطبق سنة الله احنا بنانتصر مين اللي طبق سنة الله هنا اليهود الله هو اكبر ايه طبعا هاي سنة الله مش لعب يا اخي مش مزاج مش مزاج هما اللي عدوا القوة لنا يا ميسر انت لما تفتح التوراة انت ككنعاني مين يلي دبح اطفالنا ونسوالنا مو ربهم يهوى مين اللي قتل ست امام مين يلي قتل ميتين الف اشوري اليهودي بينظر لك انه انت عبد هلا جايا عم تقول له طبعا كتر خير احنا بنحكي عسنة الله سنة الله في خلقه ما يسرى ما يسرى ما يسرى انت من اي دولة انا من اي دولة انا فلسطيني فلسطيني وين عايش في غرب في الدنمارك يا اهلا وسهلا انت فضل حبيبي يعني هذه ما فيها خلاف سنة الله تمشي على الكافر وعلى المؤمن ما لها علاقة هذه الصراع في الحياة يا اخي له ادواته شو له علاقة الله اذا انت ما تمشي على هذا وبرأيك حماس وجهاد شو بيعملوهم الان هم يعني ما بيقدروا يعني اذا فيه فكر منحرف يا عشو محمد يعني انت انت برأيك حماس وحماس وجهاد منحرفين طبعا طبعا المقاومة الفلسطينية منحرفة ما الها علاقة يا حبيبي جاوبني يا حبيبي يعني هو الشعب الفلسطيني المقاوم هو كله حماس ما قلوه على عيني على عيني الشعب الفلسطيني انا اتكلم عن هذه الفصيلين انت ترى حركة المقاومة الاسلامية حماس وحركة المقاومة الجهاد الاسلامي هذولا منحرفين طبعا لانه حتى اذا اخذنا قدوة من الرسول والسوق الفلسطينية منحرفة ولا لسه لو سمحت لو سمحت قل لي اذا منحنت الان انت 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 جعلت حماس وجهادنا بدأت احس انهم طارعين في الشارع بيشتغلوا دعارة لو سمحت يا اخ محمد السلطة الفلسطينية اشتركوا في القناة